وفق مجلس الوزراء على تعديل الأسرس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لتحسين خدمات وإجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتبسيطها وبحسب التعديلات تمت إضافة بنود جديدة على الأسس تتضمن إيصال التيار الكهربائي إلى التجمعات السكانية المكونة من خمسة منازل بحد أدنى وإنارت الشوارع المؤدية إلى المقابر بصرف النظر عن الصفة التنظيمية وبكلفة عشرة ألاف دينار للمقبرة الواحدة والباقي على حساب الجهة المستفيدة ووجه مجلس الوزراء إلى أن يكون إيصال التيار الكهربائي إلى المشاريع الإنتاجية مشروط بتشغيل أصحاب هذه المشاريع الأردنيين وعلى صعيد آخر وافق المجلس على قيام شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتنفيذ أعمال تأهيل موقع كورنيش البحر الميت ومعالجة الأضرار الناتجة عن استخدامه كموقع للحجر الصحي خلال جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر